اكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية دعم مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم للجهود والمبادرات الرامية لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية بما يحقق مصلحة طرفي النزاع ويحافظ على الامن والسلم والاستقرار في القارة الاوروبية ويجنب العالم اجمع تداعياتها الانسانية والامنية والاقتصادية واعرب سعادة وزير الخارجية في تصريح وكالة انباء البحرين عن قلق مملكة البحرين البالغ لما تشهده الساحة الدولية من تجاذبات وتهديدات وتصعيد سياسي وعسكري بالتزامن مع الذكرى السنوية الاولى لاندلاع الحرب في اوكرانيا وسط مخاوف من استمرار المعارك والتساع رقعتها وما يترتب عليها من خسائر جسيمة في الارواح والممتلكات فضلا عن تهديداتها للسلاب العالمي وامدادات الطاقة والغذاء واشار الى تمسك مملكة البحرين بموقفها الثابت والذي اكده جلالة الملك المعظم في مناسبات عديدة في الدعوة الى السلام وتغليب الحكمة والحوار والشراكة الدولية لانهاء الحروب والنزاعات بما فيها الحرب الروسية الاوكرانية ومساهمتها ضمن الجهود الدولية في تقديم المساعدات الانسانية الاغاثية ودعمها لمبادرات الدول الشقيقة والصديقة في تبادل الاسرى وتسهيل امدادات المواد الغذائية وجدد سعادة وزير الخارجية دعوة مملكة البحرين القوى الفاعلة والاكثر تأثيرا على الساحة الدولية الى تهديئة الاوضاع المضطربة ووقف التصعيد من خلال تبني المبادرات الكفيلة بحل صراعات القائمة ومنها عقد اجتماع دولي بينها ودون شروط مسبقة لبحث التواصل الى حلول توافقية سلمية متوازنة ومستدامة تفضي الى انهاء هذه الحرب بما يسهم في ترسيخ الامن والسلم الدوليين وتكريس قيم المحبة والاخاء الانساني والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم